نحكيه على الاتحاد الأوروبي ما احنا كيف تكلمنا قلنا مثلا بأنه هناك بلدين واضح بأنها لن تنحاز سوى الكيان المحتل يجي تصريح اليوم ولأول مرة منذ بدء الحرب يصدر مكتب المستشار الألماني بيان يؤكد فيه أن برلين ستعتقل نتنياهو إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه وكان على أراضيها هذا يحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل ولأول مرة كذلك منذ بداية الحرب يوجه الكيان انتقادات قوية للحكومة الألمانية وقال لي احنا نعرف بأن برلين من الداعمين الأشداء للكيان العدو اعتهولي التفسير أنا 2011 في ألماني وكان سؤالي الأول لماذا نكرتم تاريخكم لأنه لما انتهت الحرب بعد تحتيم درزا اجتمع الألمان وماذا قالوا قالوا لن نرجع إلى الوراء مدى الحياة وقالوا نحن سندعم المحاكمة النازيين ونحن سنجعل من الأمم المتحدة أقوى هيكل ليش؟ لتفادي ما حدث وتفادي المحارق والمذابح واليوم ألمانيا رغم كل ما يقال عندها خوف كبير من الأمم المتحدة وخوف كبير هذك حارسوا على أنهم يطبقوا القانون الدولي وقرارات المحكمة الدولية وقرارات الأمم المتحدة لماذا؟ لأنهم ما زالوا عندهم جروح شرخ ألمانيا تدمر ألمانيا يعني مسحاب الأرض لكن ألمانيا منذ بداية الحرب وهي تدعم الكيين المحتل سيد العميد مثلا في الصحيفة اللي قتلك اللي قاعدين نحكيه على لغتيك المنع تايمز أوف اسرائيل تقول حسب تسريحات لمتحدث الحكومة المحتلة يقول أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر وقال إن حماسينا زي الجديدة ويسعون لتنفيذ بادة جماعية ضد اليهود وتابع قال يحتاج الكثيرون في العالم اليوم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية وما يحصل في برلين هو تصرف موشيل شوف سميح حرون نتكلم عن حشتين مختلفين الألمان ما زالت عندهم عقدة الذنب بالمحرقة وكأنهم يتوددون للإسرائيليين عما فعلوه بستة مليون ما قالوا أنه بن ذفرين ستة مليون معناها إسرائيلي تم قتلهم من 1935 من 1939 يعني 1945 وعقدة الذنب هذه خلتهم دائما يكونون أقوى من يدعم الكيان سوني لكن في نفس الوقت هم أكثر من يعني يطبق قرارات الأمم المتحدة ويخاف حتى لأنه يقول لك معناها المحاكمة الأولى التي حاكمت النازيين وقابلوها بصدر حب وحاكموا وهم أبيتهم للمرة هم الذين قدموا النازيين للمحاكمة والألمان يعني كما قلتك جاءوا بين نارين من عقدة الذنب لإصلاح ما فعلوه باليهود ثم في نفس الوقت يحترمون القانون تعرف في ألمانيا ممنوع مش تقول جندي في بالك؟ تعرفش يقولوه؟ يقولوا المواطن المسلح حتى كلمة جندي ولت ممنوع عندهم شفت التاريخ يخلي أثار ويخلي جروح في الأجسام الدول حتى كلمة جندي ألماني ممنوع يقولوا المواطن المسلح إذن شمعناه؟ معناه ريت كيفيش يخافوا لكن نقول لك حاجة ها ها هذي كل ما يعنيش حد شيء روما اللي يهم التاريخ وقت يتحرك بالطريقة هذي دي ما ياخذ المسار الصحيح كما كلمياه اللي تلقى دائما المجرى تعرف تعب تطهات الأمطار وفي الأخر تلقى طريقها إلى البحر نفس الشيء أنا حيين وتقول نذكرك ونقول لك راهو ستتسارع أكثر حركة التاريخ وليهمني أنا في الموضوع الكل شنو هو؟ أنه راهو الدولة الفلسطينية آتية لريبة فيها أحبها من أحب للمال الفرنسيس للبريطانيين أكثرهم أكثر وحايدة معناها راهو أكثر العباد تطرف أنهم البريطانيين راهو المصائب اللي صارت في العالم كل وراء كل مصيبة تلقاها في العالم لوج تطلقا وراءة كثمة الدولة لابدها من اليوم من احتلالها يا راي بريطانيا لأنه بالحق يزمها تتوقف على شيء هذيه حتى كي يجابوا يعني رئيس حكومة من أصل هندي باقي مواصل في نفس النهج لأنه الحكومات هذه كما قلت تحكمها لوبيات راي لوبيات تتصرف كما تحب هنا يا سيد العميد بعد قرار محكمة العطل الدولية وبعد ما يصدر من بلدان أوروبية نمشيوا على الأرض وغارات غير مسبوقة على رفح بعد قرار العطل الدوليه انهاء الهجوم اليوم شفنا غارات عنيفة وغير مسبوقة على مدينة رفح لحظات من إصدار محكمة العطل الدوليه القرار هذي بانهاء الهجوم على المدينة والمقاومة كذلك تخوض اجتباكات ذارية منذ اللحظة الأولى لإعلان قرار محكمة العطل الدوليه ثم أزو أسباب السبب الأول هو كما قلت لك جنة جنونهم بعد قرار المحكمة المحكمة العطل الدوليه لأنه هذي يرى وتعرف لاش يحضر هذي يؤشر إلى اقتناع المحكمة بالإبادة الجماعية رو تعمش معناها سياسيا رو بعد زمن إسرائيل تتجبر بدفع تعويضات ويعني تحكم على كل الجرائم وتعديه العسكري انتح على المحكمة وسياسية رو بعد وراها كما صار بعد حرب العالمية الثانية هذا اللي يستنى فيهم معناها والطريق اللي مشين فيه توا هو هذي طريق هذي لو لا غطرست أمريكا وغطرست إسرائيل رو رو تغيرت المحطيات غير التوا ما زالوا هزوز يظنوا أنهم فوق القانون الدولي ومعناها ما يوقفهم حد شيء لكن كل شيء أشر هذيك على جنة جنونهم هذي سباب الأول إذن قرار يعني وجحم وجحم برشا يعني قرار صادم ثم في يوم واحد ثمانية دبابات سلوز جرفات عدد لا يحصى من الجنود واذا كل فيه رفحة ومش نكلمه على الإقاة دي سير في الشمال إذن شفت التخبط هذه والتمزق يعني شيء كبير هو اللي يحاولون لو اطلق نار مجنون على كل من يقترب للوسط كل شيء كل شيء كل شيء طيران ومنع طواقم الإسعاف والإغاثة من إغاثة المصابين تنكيل تقتيل تنكيل واضح ما في حتى شك روه لنش المحكمة قالت فرق معناها بش تبعث فرق للمواقبة ما يقع في غزة وممكن هذيك أكبر بصيبة سير لهم وكان يدخلوا فرق أممية وشوفوا ما يحدث يعني بش تكون كيرثة روه على الكيان الصهوني لأنه بش يشوفوا كل شيء بشوفوا المقابر الجامعية بشوفوا المستشفيات مدمرة بش يشوفوا الأطفال الموتى بش يشوفوا القائمات بش يعني بشوفوا التجويع وهذا ما يخشاه الكيان الصهونية يخشى أن يعني المرة ذيها الصور تقول لكن فما فرق بين الصور وبين القرارات من طرف خبراء أممين فما فرق كبير روه الصور لا تكفي المهم أن تكون قرارات صادرة عن جهة مسؤولة تابعة لممتحدة وقتها يتغير كل شيء واضح مشكل في رفح المعارك الطاحنة موجودة كذلك في مخيم جباليا سيد العميد وكتائب بعزين القسام تقول اليوم أن مقاتليها استهدفوا في شارع العجرمة بمعسكر جباليا شمال القطاع 3 دبابات إسرائيلية من نوع مركافة 4 بقذائف اليسين 105 كذلك تقول كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة بجيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا اشتبكوا معها من النقطة الصفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح كتائب القسام تتحدث عن تفجير فتحة النفق فخخة مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة في بيت حنون شمال القطاع وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وبثت الكتائب صورا قالت أنها لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة بعد استدراجها لكمين محكم القسام تقول أن مقاتليها تمكنوا بعد ساعات في المكان نفسه من قنص الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين عرضت مشاهد قنصهم قبل يومين خلال العملية نفسها والجيش المحتل يقر إصابة ثمانية من جنوده في معارك بقطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وقال أن 634 ضابط وجندي قتلوا في غزة وأصيب 555 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر محلها الصورة التالية الصورة التالية فهو صورة لجنود إسرائيليين يقاتلون أقسموا أنها من أغبى ما رأيت في حياتي يعني كعسكري لم أرى تشكيلا بهذا الغباء وهذه معناها عدم القدرة على فهم ما هي القتال يعني لو لا العدد والعدة أنا الصورة هذه خلتني تو نتأكد من اللي قلته من 17 يعني جنود في بيكنيك بقولوا جمعة اللي يتبعوا فينا في يعني كأنهم في نزهة يعني هذا يعني محاط بهم الغول والياسين وكذا ولكن تصرفاتهم تدل على حتى في الحرب عمرك ما تجيه تعمل كونفاكي ما هيكا في الحرب عمرك ما تجيه تخلي جنود في مرمى الإيران وهما متجمعين يعني شيء ذحك ونقولها لأنه مغبيابي حقا والجنود هذوك وقد ما تكلمت أنا ولا فهموا كلمة من اللي قلتها كانوا ستة تمت الإيطاحة بثلاثة منهم ثم بعد 24 ساعة أطاحوا بثلاثة لخرين يا سماح لما نقاتلوا في التشكيل لابد من مسافة خلي يجمعي تخشوا عليها لكن لا أراني ما عندي 17 أول نتكلم ماخدهوا حتى حرف من اللي قلته الغباء نتحم ما فهموا شيء لأنه إذا يزموا تدريب سنوات تدريب بيش تصلح هذا يا سماح يا أخي نقاتلوا والمقاتل اللي يسق في المقاتل وريتو هذي تشكيل في عملية هجومية والمقاتل يلسق المقاتل مش هذي يعني رو يفسر لي أنا هذي لو تلاثة ينظروا لنفس الانتجاج يا أولي الخسائر هذي يتفسر الخسائر اللي تكبدوها ومزالوا مش تكبدوها وشاهدوا شاهدوا مقاومهم قال لما رأوا على أراها الجنرال قال لما رأوا القتال لابد من ثلاثة سنوات على أقل تقدير لي يعني أضعاف حماس ولا مقاومة حماس والقضاء على المنطقة قال لما يزمهم ثلاثة سنوات وهذه الشاهدات شاهدوا من قومهم ليش هو بيدو يشوف رو كمان يشوف ويراه ويقيم وحدة التقييم العملياتي لا ترحم في الجيوش فم واحدة يسموها وحدة التقييم العملياتي ويا فرأنا مش موجودة في الجيش إسرائيلي يا خطر الوحدة دي في العادة تدخل وتصلح في الوقت لكن نفس الأخطاء وإن شاء الله يواصلوا خلي خلي معناها ينالوا نصيبها هو الورقة اللي قدامك نعطي تلك سيد العميد بيش نتحدثوا على اليوم التقييمات اللي قادة تصير والمقارنات المقارنات يتحدثون على مقارنة بين قوات المقاومة التي تضرب من النقطة الصفر وفي المقابل الجيش العدو كيف يتصرف فما فرق بين اللي قاتل من أجل دينه ومن أجل عرضه ومن أجل أرضه ومن أجل يعني استقلاله ومن أجل معناها قضيته ويعني شجاعة للراوها وكل رباطة الجأش وكل الحركات شفناها كيف يخذ القضيفة ويحطها تحت الدبابة وشجاعة يرى لهالعالم مثيرا وبين هالكمشة همال المنظومة الكمشة الكمشة واحد فمتي معناها شنو قالوا يقاتلون شنو يقاتلون هذي النقبة هذي جنود النقبة تتحرك كما هك والله صح عليكم أغلاطك والله يا سماح خوفونا ورعبونا على مدى 75 عام في وقت اللي هما والله ولا شيء ناخو كلمة صديقنا صحي سايد هاي ولا شيء رعبونا وخوفونا وردعونا في حين أنهم لا يسوون شيئا وأقولوها على مسؤوليتي والليسمع أنا العالم لكل كلم نقول فيه لا يسوون شيئا في القتال وأنا لا تكلم هاتي المرة يعني منحاز أنا منحاز صحيح أنا منحاز للقضية فلسطينية لكن المرة دي نتكلم كخبير عسكري فقط ما أراه يعني يدل على أنه بصراحة خوفونا رعبونا وقت لهم يعني لا حول ولا قوة لهم شوية تكنولوجيا وشوية طيران وشوية تفوق بالطيران وقضاء في الأمريكية وكذا نحي ذاك ما يبقى حد شيء شيء ما يبقى الضرب من المسافة الصفر سيد العميد في المقابل ما زالنا لليوم بعد أشهر وحتى أنتم الخبراء العسكريين تقولون هذا إعجاز علمي ما عنديش لكم تفسير منطقي وعلمي بكل ما هو مسافة صفر ولتو مسافة أقل من الصفر هل تقاوم فوق الدبابرة يبدي شويسة أنا أفسر لك كيف يشتغل القيان السهوني وقل لي إعجاز ولا هاو كيش يعمل إسرائيل يجو المكان بشي تقدموله يرمي عليه بالله كثمانين معناك القنابل الكبيرة ينظفوا بالقنابل معناه ينظف مفروض ينظفوا بالقنابل لتقات شي حاجة ما بقى حاجة شي يتقدمون يتقدمون للمكان الذي يعتقدون أنهم نظفوه بأشباح تخرجهم من تحت الأنقاث وتدمرهم بجاه ربي هذي كمشوا إعجاز قولي شنو طبعا المفروض لما نظفوا مكان بالطيران ومندفعية يكون آمن المكان يعني بانا فسرته عسكريا كيفيش من أين خرج هؤلاء لو لا أنه فما يعني قدرات خارقة قدرات خارقة لهؤلاء المقاتلين ومعهم قدرة إلهية لا شك ولا جدال في ذلك لأنه تعرف وقت الإنسان تعبط عليه قنابة لذي لمكا 84 82 83 يعني قوة تدميرية يعني شي حتى نفسيا حتى معنويا تعبط عليك قم بلمس وبعد لحظات يخرج المقاتل وكأنه خارج معناها صح سليم ويقوم بالعملية بكل ربط جهش ثم يعود يختفي منال شاقرون من الكتيبة توا شفتش كتبت قالت والله كل ما نشوفهم نشوف كيفيش يمشيوا كأنهم يتنزهون يتنزهون قاعدين يحوسوا شفت قل سبحان الله يعني شفت حتى المواطن البسيط ما هوش فيه شي صحيح على خاطر كل شي بالتونسي نقوله بالعقل يعني في عقلهم صح صح فهمين شنو قاعدين يعملوا ما تشوفش هروا ثيقة في النفس عجيبة ثيقة في النفس لم أرها قتلك عادي تعملي ندرب راهو يعني راهو نحنا في التدريب وما فماش عدو عملوا رصاص يعني خلب ذخيرة خلب ما تقتلش ونحاولوا باش المقاتل يكون يعني يملك عصابه في شوية دخان ورغم هذا يعني المقاتل صعب باش يبقى محافظ على ولكن هذا مش هو هذا انا مش تكلم على جيش العالمي كل راهو اي انا مش نتكلم على جيش فرنسي تدربته معاه مقبله وشفته قرية غادي وامريكا وشفته وشفته للمان وشفته وشفته لإيطاليين وشفته معناها الأسبان وشفته الإخوة الأشقاء معناها صعب راهو تدريب صعب لكن هؤلاء ارفع لهم القبعة وقول لهم يعني هنيئا لكم يعني السر السر شنو الخلطة العجيبة الخلطة العجيبة اربع اشياء قلت اولا الوازع الديني الانسان لما يؤمن بربه ويؤمن ان الشهادة احسن ما يمكن يحدث له وان الارتقاء الى معناها الرفيق الأعلى سيكون معناها بالنسبة له جائزة ينتظرها هذه النقطة الأولى الثانية الإمام بالقضية وعداد القضية وكل من آمل بقضيته في التاريخ نجح وانتصر في الأخ الثلاثة التحذير شوفوا قداش عنته قريب 8 شهور وينها الذخيرة مزالت لباس وهم بزالوا يعيشوا لباس وزالوا يشربوا يأكلوا وعندهم الذخيرة ويتحركون والرابعة هو أصعب ما فهم في الحكاية هو التدريب المذني يعني الارتقاء على كائز انت على انتصار موجودين الارتقاء الارتقائش يقولوا معجرة يا سماح يا سماح رام يقاتلون جيش أقوى جيش في المنطقة يعني ردع متاعه وبناوة كيفش عاملهم الاسرائيليين يبنيوا جيش يعادل كل الجيوش في المنطقة يعني في شرط أوسط العرب بكل يعني يبنيوا جيش قادر على ردع بكل والآن يقاتل أصغر مكون عسكري عنا في البودان العربية المقاومة الفلسطينية هي أصغر مكون عسكري على الإطلاق وبعد قريبة ثمانية شهور نشوفه النتائج شنوه هذا شنسميه واضح سيد العميد ومشكن المقاومة